المعلم في الفترة الصباحية وباحث عن المياه في المساء هكذا تسير حياة علي عبد الكريم التربوي البارز في مديرية القبيطة حيث يسافر علي كل يوم بمعية أطفاله لجلب المياه من أماكن بعيدة في وادي ذر بعد أن جفت المصادر بشكل كلي في قريته بمنطقة الرما جنوب مديرية القبيطة في محافظة لحج عدم الحصول على المياه في هذه القرى يضطر بعض الأسر الميسورة لشراء كميات بسيطة بتكاليف باهظة وهو ما لم يقدر عليه الكثير من المواطنين طالب الله منظمات وكل شيء يجيبون لنا ماء بس ما نشتش غير الماء بس نحن عايشين في الحارب ونزاف ما بيش ماء والحارب غفانا والمي ما بيش ارتفاع سعر المياه دفع بمعظم الأسر إلى تكثيف عمل الأطفال والنساء لنقله على رؤوسهم وحمله سيرا على الأقدام لمسافات تتعدل أربع ساعات للوصول إلى مصادرها في وادي حدابة وسوق الربوع وكرش شرقي المديرية يعني تروح تجيب دب ماء في خلال أربع ساعات وتجيب الماء تفاق مشحة المياه أجبر بعض أهالي المديرية إلى النزوح بعد أن باتت الأسر في أمس الحاجة إليه جراء توسع رقعة الجفاف التي ضربت معظم قرى القبيطة بشكل غير مسبوق لا سيما القرى الجبلية من المديرية نقبل ما من تحت الربوع من ما بيننا الربوع وكرش تصلنا الدباء إلى هنا 250 ريال ولا الظروف تحكم معاني ما قدر ما حيشتري وحي ما قدر يشتري نحجد المنظمات والمجتمع الدولي أن يغلثونها بالمياه برز ظاهرة الجفاف في مديرية القبيطة وعدم توفير المياه معضلة رئيسية تحولت معها القرى إلى بيئة طاردة وغير قابلة للعيش ومع كل هذا ما لبثت دور الحكومي غائبا عن التدخل لإنقاذ المواطنين من جائحة الجفاف التي بات شبحها يؤرق المواطنين يوما بعد آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر